السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلاب الصف الثالث متوسط. رجعت اياكم من حل اهم الاسئلة المرشحة لانتحان الوزاري. وعدنا طلاب العزام الاسئلة المهمة. السؤال يقول يا مر خلال مقطع عرضي من موسط الشحنات كهربائية. هذا شنو طلاب الشحنات? اذا احنا نعرف الشحنة هي Q 1.2 كولون في كل دقيقة. يعني بكل دقيقة. الدقيقة طلاب هي الزمن. تايم. دائما الزمن هو دقيقة ثانية هو زمن. يعني تي. نقول عليه ستين ثانية. هنا اكو فكرة بالموضوع. طلاب. الدقيقة ستين ثانية. راح تقول لي اذا تي يساوي ستين ثاني. احسب مقدار التيار الكهربائي. اهم شي طلاب هي هاية. اهم شي. اهم شي كلمة احسب او ما مقدار. حتى تقول لي يا بترى المجهول مالتي انا هو الاي. التيار. هنا طلاب التيار انا اسميه قانون اي كت. اي يساوي اي كت. اي يساوي انا اي كت. اي كت. اي كت. اي كت. اي كت. اي كت. اذا هنا انت محصل ثمانية من عشرة على تسعة من عشرة. هذا ما ردك تكتب ها بالامتحان. بس هذي تكتبها. هذي بس اليك توضيح. هنا صفر واحد آآ فارز الصفر على ستين تجي تقسمها قسمة طويلة. هنا طلاب تجي تقسمها قسمة طويلة او انت تقدر تختصر يروح كذا. فالافضل انه تختصر ستين على واحد فاصل اثنين. عفوا نتقسم قسمة طويلة يصعد. يصير اثناش على ستين ما بيها مية وعشرين على ستين. خلص صفر من عدنة بيها اثنين. اثنين في ستة صبر صبر اثنين في ستة. اثناش راح يطلع لك صفر صبر صبر. وهذا كذلك تمسحها. يعني هذا تمسحها وهذا تمسحها. يطلع لك الناس صفر فارزة صفر اثنين امبير. وهذا من الاسئلة تجيك نصا بالامتحان الوزاري. اذا طلاب العزاء هذا السؤال مهم جدا آآ شوية يعني تنتبهون عليه وتراجعونا آآ ان شاء الله توفير. ان شوفكم فيديو جال.